اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النفس الوسطى اللي مسؤولة عن مشاعر الانسان والحب والكر النفس العاقلة اللي هنتكلم عنها اللي اعتبروا الزكاء جزء منها عشان كده بنقول على قرستو انه اعلى من شأن العقل واعتبروا احد وظايف النفس العليا هو والتفكير يبقى الزكاء والتفكير هما عند فلاسفة اليونان بالنسبة لعلماء البيولوجي او الاحياء علم الاحياء على طول يبقى احنا بنتكلم على التكيف المفهوم البيولوجي شايفين الانسان الزكي هو اللي بيقدر يتكيف علشان كده قالوا ان الحياة العقلية لها جانبين اولا جانب معرفي ثانيا جانب وجداني يعني بالبلد كده العقل والقلب احيانا بابقى حابب اعمل حاجة بس مش مقتنع بيها واحيانا بابقى عارف ان الحاجة دي صح بس مش حاببها هنا بيبقى عند صراع طب الحل ايه؟ لو انا زكي اصالح الاتنين على بعض عشان كده بقول ان المفهوم البيولوجي بيقول ان في جانبين للحياة العقلية هما المعرفي والوجداني الاتنين مع بعض وظيفتهم انهم يساعدوني ككائن حي على التكيف بصورة اكثر فعالية يبقى الانسان الزكي من وجهة نظر علماء البيولوجي هو القادر على التكيف بالنسبة لعلم الاجتماع احنا عارفين في علم الاجتماع ان الانسان الاجتماعي هو الانسان المتفاعل علشان كده علماء الاجتماع يعتبروا الإنسان الزكي هو الأكثر قدرة من غيره على التفاعل مع الآخرين يبقى أنا عندي في الفلسفة الزكاء أحد وظيف النفس العليا عندي في علم الأحياء الزكاء هو القدرة على التكيف عندي في علم الاجتماع الزكاء هو القدرة على التفاعل نيجي بقى لأصل الزكاء مع علم النفس آخر مفهوم معانا هو المفهوم النفسي اللي بيظهر عند ثلاثة من علماء النفس اتناولوا مفهوم الزكاء اللي هما تيرمن و وكسلر و سبيرمن بالنسبة لتيرمن عرف الزكاء بأنه هو التفكير المجرد يعني ايه تفكير مجرد؟ يعني الإنسان الزكي هو الإنسان الأكثر قدرة على التفاعل وعلى إدراك للمفاهيم المعنوية المجردة زي الخير والحق والعدل والأمانة والشجاعة طيب وكسلر المعرف الزكاء قال الزكاء هو القدرة على العمل الهادف والتفكير المنطقي يبقى الإنسان الأكثر زكاءا عند ويكسلر هو الإنسان اللي بيخطط لنفسه وفي نفس الوقت مرتب كل أفكاره ومنظمها عشان يوصل لهدفه لما بيجي لك في الاختيارات دايما لما هتشوف مصطلحات ومفاهيم مجردة زي خير، عدل، أمانة، شجاعة هتختار تيرمن لما يجي لك لشخص بيفكر وبيخطط لنفسه هتختار ويكسلر أما سبيرمن فهو القدرة على إدراك العلاقات لما يجيب لك مفهومين والعلاقة بينهم قد تكون علاقة ترضية قد تكون علاقة عكسية قد تكون علاقة مثلا من خلال بعض الخصائص المشتركة زي ما هندرس بالتفصيل مع مدرسة الجشتل في التعلم مستقبلا ده بالنسبة لمفاهيم الزكاء نيجي نتكلم على موضوع الزكاء وابدايته في علم النفس من خلال الزكاء الواحد والزكاءات المتعددة عندي مفهومين؟ عندي الزكاء الكلاسيكي اللي هي بداية تفسير علماء النفس للزكاء من خلال إن الإنسان مننا عنده زكاء واحد إيه المقصود بكده؟ المقصود إن أنا بحدد لإنسان نسبة زكاء اسمها الـ IQ ودي بتتحدد من خلال إحنا بنقولها بالبلد كده سعب بنقوله على حد إنه سابق سنه طب إزاي؟ أنا بحط له مجموعة أسئلة متنوعة عشان إيه سكدرات ومن خلال النتيجة اللي بيحصل عليها بديله درجة بتحدد نسبة زكاءه يبقى الإنسان مننا عنده زكاء واحد يبقى النموذج الكلاسيكي بيؤكد على أحاديت الزكاء وأمثلته أما بتبقى قاعد قدام حد في انتحان ويسألك مجموعة أسئلة بالنسبة للأسئلة اللي قدامك دي أي أسئلة يعني مش لازم الأسئلة اللي قدامك أي أسئلة أنت بتتسئلها في النموذج بتحصل من خلالها على درجة والدرجة بتحدد نسبة زكاءك على سبيل المثال ما اللي اكتشف أمريكا إزاي بتشتغل المعدة كرر الرقم اللي أنت سمعته رتب مجموعة الصور يدي لك صور ويقول لك كمل ويقس التخيل عندك ويقول لك اكتب نهاية معينة هو هنا بيدي لك درجة والدرجة دي بتحدد نسبة زكاءك طب الكلام ده هل وافق عليه صاحب نظريتنا النهاردة اللي هو عالم النفس الأمريكي هاورد جاردنر أكيد لأ طب ليه بالنسبة ليه هاورد جاردنر أولا جاردنر لقى حاجة مهمة جدا إيه هي ليس الأكثر قدرة على التحصيل هو الأنجح في الحياة العملية ناخد بالنا من الحتة دي بمعنى جاردنر عايش وسطنا على فكرة صاحب نظريت الزكاءات المتعددة طب حطها ليه لأنه لقى أني مش لازم أطلع الأول فيه تخصص معين أبقى أنا أنجح واحد يبقى معنى كده أننا عندي مجموعة كفاءات أو قدرات مختلفة هيسميها لنا الزكاءات المتعددة يبقى أما بنتكلم على هاورد جاردنر بنقول أنه رفض نفهوم أحادية الزكاء طب يا جاردنر مفيش زكاء واحد إيه اللي موجود عندنا؟ إحنا موجود عندنا كفاءات أو قدرات مستقلة الكفاءات والكدرات دي هنسميها الزكاءات المتعددة وحدد جاردنر لكل كفاءة أو قدرة منهم مكان معين في المخ طيب الكفاءات دي عندنا كلنا يعني كل واحد مننا عنده كل هذه الزكاءات وإن كانت بدرجات متفاوتة يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ممكن أكون عندي زكاء معين مرتفع زكاء متوسط زكاء منخفض كل زكاء هيأهلني للعمل في مجال معين زي ما هناخد دلوقتي طيب الزكاءات دي يا جاردنر هل أنا بتولد بيها وبتفضل معايا على نفس الصورة ولا ممكن أنميها؟ أكيد جاردنر قال إن الزكاءات دي قابلة للنمو يعني أنا بكتسبه من خلال الوراثة وبعد كده أنا ممكن أنميه من خلال البيئة وتركز على دي هل الزكاء وراسي أم بيئي الزكاء محصلة التفاعل لتنين الوراثة من ناحية والبيئة والتعلم من ناحية تانية طب إيه هي أهم الزكاءات أو أهم الكفاءات اللي قدمها جاردنر في نظريته في البداية دي في بداية التمانينات وعلى فكرة يا أولاد نحب نجود معاكوا شوية ونقول لكم أن السبع زكاءات اللي عندكم في المنهج مش هما الزكاءات المتعددة بس جاردنر أضاف عليهم زكاءات تانية ولكن بداية النظرية كانت سنة 87 من خلال سبع زكاءات اللي هما أول زكاء عندنا هنتكلم عنه اللي هو الزكاء اللغوي تاني زكاء اللي هو الزكاء الرياضي أو المنطقي تالت زكاء عندنا اللي هو الزكاء البصري أو المكاني رابع زكاء اللي هو الزكاء الحركي أو الجسمي خامس زكاء اللي هو الزكاء الموسيقي أو النغمي سادس زكاء معانا الزكاء الاجتماعي أو التفاعلي سابع زكاء معنا اللي هو الزكاء الشخصي طب يا مستر انت شوقتنا وقلت لنا ان هما مش سبعة ايوه سنة 99 جاردنر اضاف تلت زكاءات تانية الزكاء الطبيعي والزكاء الروحاني والزكاء الوجودي دول انضافوا سنة 99 ألفين نتمنى من وزارتنا انها تتابع التطور في الحتة دي ولكن احنا هنقتصر في الشر التفصيلي على السبع زكاءات دول هنعرف الزكاء هنقول موجود عند مين ايه هي الصفات والخصائص اللي بيتمتع بيها اللي بيمتلكه هذا الزكاء وبعد كده ازاي ننمي الزكاء وناخد عليه مثال طبيعي في حلقتنا النهاردة هنتكلم على اول زكائين اللي هما الزكاء اللغوي او اللافظي والزكاء الرياضي او المنطق بالنسبة للزكاء اللغوي عندنا في الزكاء اللغوي وطبعا الصورة اللي قدامنا لامير الشعراء احمد شوقي انا ما بتكلم على زكاء اللغوي يبقى معنا كده ايه لغة كلمات الفاظ عبارات دي المفاتيح اللي هتجيلك من خلال سؤال ومن خلالها هتستدل ان ده زكاء ايه لغوي فانا بقول انه هو القدرة على فهم اللغة واستخدامها بطلاق وفي نفس الوقت بمرونة في القرية وكتابة وتكوين الجمل وفهم معاني الكلمات والقدرة على التواصل مع الاخرين طب ده بنلاقيه عند مين؟ بنلاقيه عند الشعرة بنلاقيه عند الكتاب بنلاقيه عند المعلمين ده بالنسبة لتعريف الزكاء اللغوي وعندنا امثلة كتير جدا عندنا امير الشعرة زي ما قلنا احمد شوقي عندنا كتاب كبار في مصر زي نجيب محفوظ زي توفيق الحكيم زي عباس العقاد زي الشاعر الكبير اسماعيل صابري اللي هنضرب به مثال بعد كده طي ده بالنسبة لمعنى الزكاء اللغوي تعالوا مع بعض نشوف اهم خصائص اصحاب الزكاء اللغوي يا اولاد اول حاجة الناس دي عندهم طلاقة في التحدث والتعبير وفي نفس الوقت عندهم ضكة في صياغة العبارات البلاغية بيستخدموا السجع بيستخدموا الجناز بيستخدموا الاستعارات المكنية بيستخدموا التضاد لابراز المعنى طيب تاني حاجة عنده كدرة على الخطابة وضحض الحجة بالحجة يعني ايه ضحض الحجة بالحجة يعني بيقدر يرد على الحجة بحجة اقوى منها يحضرني هنا موقف حصل بين رئيس وزراء بريطانيا اثناء الحرب العالمية وينستون تشيرشيل وبين الكاتب الساخر بيرنارد شو تشيرشيل بيقوله اللي يشوفك يا شو يقول ان عندنا مجاعة على اساس ان بيرنارد شو كان رفيع فشو رد عليه وقاله واللي يشوفك يا شيرشيل يعرف سبب المجاعة على اساس ان تشيرشيل كان تخير يبقى هنا طب ده زكاء ايه يا ولاد؟ طبعا في ناس هتلاقواها بعض الكوط بيقولك زكاء لغوي ناس تاني هقولك زكاء اجتماعي هما الاتنين نسيت اقولك ان انت عندك كل الكفاءات فمعنى كده ان انت ممكن تدمج زكائين مع بعض سرعة البديهة عند بيرنارد شو دي زكاء اجتماعي وقدرته على الرد بالسرعة دي وانتقاء الالفاظ ده زكاء لغوي عشان كده لما هتجيلك في الانتحان هتجيلك وهتلاقي لغوي اجتماعي ده بالنسبة لضحض الحجة بالحجة ثالثة خاصية معانا ياولاد بيمتلكها اصحاب الزكاء اللغوي هي حب السجع والتلاعب بالالفاظ والاستمتاع بالالعاب الكلامية ونشوف قصيدة كان كتبها الشاعر اسماعيل صبري لزوجته فبيقول فيها طرقت البابة حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني فقالت ايا اسماعيل صبرا فقلت ايا اسماعيل صبري هنا بيقول طرقت البابة حتى كلمتني يعني دراعي وجعني فلما كلمتني برضو مفصولة عندك يعني لما دراعي وجعني كلمتني ردت علي قالتلي اصبر شوية اسماعيل ما ممكن تكون كتب بتعمل اي حاجة مش لازم يا عم اسماعيل تستعجل كده هنا بيقول لها فقالت ايا اسماعيل صبرا فقلت ايا اسماعيل صبري طبعا هنا الشاعر الكبير اسماعيل صبري تلاعب بالالفاظ مثال تاني للتلاعب بالالفاظ واحد جاي يقول لبابة يا ابتي جاءني كتاب لك اقاتليه عليك قالتليه علمك طبعا انت في البداية اكيد دلوقتي انت بتضحك وقلت المستر رغم هو يعني الولد ابوها يشتمه هو بيقول له يا ابتي جاءني كتاب لك يعني جاي لك جواب اقاتليه عليك يعني اقره لك قالتليه علمك يعني اقراه للمك هنا في تلاعب بالالفاظ بتسموها في العربي التوري ده بالنسبة لخصائص اصحاب الزكاء اللعب نيجي لأساليب تنميته ازاي انامي الزكاء ده عندي اول حاجة ان انا اتدرب على كتابة موضوعات التعبير طبعا لما هكتب موضوعات تعبير كتير هقدر اجيب الفاظ هستعين بمفردات كل ما كان الانسان سربوته اللغوية اكتر كل ما كان بينامي في زكاؤه اللغوي تاني حاجة بعد التدريب على كتابة موضوعات التعبير ان انا اكتب قصة قصيرة او شعر او مقال وانشره في مجلة ايه المدرسة وده يحفزني ان انا اكتب تاني طب تالت حاجة ان انا اسمع الكلمات والجمل للنصوص لنفسي قبل ما اسمعها للاخرين طب ممكن ندي مثال تطبيقي ايوه بالنسبة للمثال التطبيقي حاول تكتب خطاب لأحد اصدقائك خارج مصر توصف له فيه رحلتك لأحد المعالم السياحية ده بالنسبة للزكاء اللغوي تاني زكاء معنا النهاردة ان شاء الله هو الزكاء الرياضي او المنطقي الزكاء الرياضي او المنطقي لما نيجي نتكلم اكيد مش نلاقي أحسن من العالم المصري علي مصطفى وشرفة اينشتين العرب اللي استعان بيه اينشتين في نظرية نسبية هو اللي عمل المعادلات الرياضية لأينشتين وساعده في نظرية نسبية وللأسف مشواخد حقه في مصر اما بتكلم على الزكاء الرياضي بقول ايه أن هو الإنسان اللي بيمتلك الكدرة على استخدام الأعداد والرموز والأرقام سواء في الوصفة أو التحليل أو التصنيف أو حل المشكلات بطريقة علمية إنسان مرتب، إنسان منظم، إنسان دايما بينتقل من المقدمات إلى النتائج إنسان دايما بيعبر من خلال جداول، بيعبر من خلال التصنيفات بيحب دايما يوضح من خلال مجموعة من الرسوم البيانية أكيد هيبقى موجود عند معلم رياضة، أكيد هيبقى موجود عند محاسب أكيد هيبقى موجود عند باحث أكيد هيبقى موجود عند عالم وأكيد برضو هيبقى موجود عند المهندس ده بالنسبة للزكاء الرياضي أو المنطقي نتكلم بعد كده على خصائص أصحاب الزكاء الرياضي أو المنطقي أول خاصية استنتاج العلاقات الرياضية وحب التعامل مع الأرقام علاقات رياضية زي الجمع والضرب والطرحة والإسمة أكبر من أصغر من دايما بيحب في كلامه يستخدم أرقام يعني ما قلش إيه النهاردة درجة حرارة الجو مرتفعة لأ درجة حرارة الجو النهاردة 45 دايما تلاقي الأرقام على الثانون ده بالنسبة لأول خاصية تاني حاجة أنه هو بيميل لإجراء التجارب والإقبال على الأنشطة العلمية تالت حاجة معانا أنه دايما عنده تفكير منظم بيستخدم قياس بيحب يتعامل مع الرسوم البيانية ده بالنسبة لخصائص أصحاب الزكاء المنطقي أو الرياضي طيب إزاي ننمي الزكاء الرياضي أول حاجة التدريب على الكيام بالعمليات الحسابية والرياضية بشكل يومي أكيد كلنا بنقوم بالعمليات الرياضية والحسابية دلوقتي من خلال ألا حزبة وده نأثر علينا لكن تلاحظوا يا أولاد أنه لما تروح تشتروا حاجة بتلاقي ده يشتغل صعب جدا أنه يدهك عليك وحد يغلطك في فلوس لكن مشكلتك من بدايتك أن أنت من الابتدائي وأنت بتدرس بياضة كل حاجة بتحسبها على الألحظ فده نأثره أخرى عندنا الزكاء الرياضي تاني حاجة ربط المعطيات بالمطلوب وأن أنا أعمل حساب ذهني طب حساب ذهني زي إيه مستر يعني دلوقتي اللي أنا قلت لك أنت معاك 3000 جنيه اشتريت مثلا بدلة بـ 1200 واشتريت قميس بـ 300 واشتريت جزمة بـ 400 بقي معاك كام؟ تبتدي تحسب 3000 أشيل منهم 1200 وـ 300 وـ 400 بـ 1900 اتدقى 1200 أنت بقى عايز وراء أو آلم الحساب الذهني تقدر تحسب مجموعة من العمليات الرياضية في عقلك تالت حاجة الإنسان الرياضي هو أكثر قدرة على حل الغاز على إجراء عمليات الترتيب والتصنيف باستمرار طيب أنا ميز زي؟ جرب تتابع نشرة الأرصاد الجوية لمدة أسبوع وحاول تلاحظ العلاقة بين درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو أو جرب تنزل المنطقة اللي انت ساكن فيها وتحصر عدد الأميين وتحاول تصنفهم في جداول ممكن تصنفهم بقى رجالة وستات تصنفهم على حسب السن تصنفهم على حسب القرب منك كل واحد مننا ممكن يصنف بطريقته بالطريقة اللي تساعده على الأصول كده يا أولان دي بقى انتهينا من الحلقة الأولى أو الجزء الأول من الزكاءات انتظروني في الحلقة الثانية مع باقي الزكاءات المتعددة عند جاردنر أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته